فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها جينيفر واللي بتكون كاتبة وبتقرر انها تنعز الفترة في مكان بعيدة عشان تكتب رواية جديدة وفي طريقها للبيت الجديد بتعدي على واحد اسمه إير واللي بيكون مأجر لها البيت وبنعرف ان البيت موجود في نص الغابة وفي مكان معزول تماما عن البشر وبيديلها المفتاح بتاع البيت وكمان خريطة عشان تعرف توصل وبعدها بشوية بتوقف جينيفر عند بنزينة وهناك بتقابل ثلاث شباب واللي هم أندي وستالي وجوني وبيظهر انهم صحاب وانهم بيشتغلوا سوا في نفس البنزينة وبيبدأ جوني يحط لها بنزين في العربية وفي الوقت ده بيحاولوا انه يقرب منها لكن جينيفر بتصده وبتحرجه قدام صحابه وده اللي بيخلهم يسخروا منه قدامها فبيدق جوني من اللي حصل وبتوصل جينيفر للبيت وبتبدأ انها ترتب حاجتها وبعدها بتقعد قدام اللابتوب عشان تبدأ في كتابة الرواية وبتعدي أيام بتحول فيها جينيفر تتأقلم مع حياتها الجديدة وبتتصل بصدقتها وبتبلغها انها تقعد في المكان ده شهر على الأقل وانها مش ناوية ترجع غير لما تخلص الرواية وفجأة بتسمع جينيفر صوت عالي جاي من مكان قريب منها فبتستغرب جدا وده لان ما فيش حد ساكن حواليها وبتفضل تمشي ورا مصدر الصوت لحد ما بتوصل لكوخ صوار جنبها واللي بيكون مليان أدوات حدها وبتلاقي كمان مية نار وده اللي بيخليها مستغربة وبيكون عندها فضول ده عرف المكان ده بتاع مين وبيستخدم الأدوات دي لإيه ولما بترجع للبيت بيتكب عليها المشروب بتاعها بالغلط فبتدخل جينيفر الحمام عشان تغسل قدومها وبيظهر انه في حد معاه في البيت وبيصورها لكنها مش بتشوفه وتاني يوم بتخرج جينيفر تجري في الغابة وبتحس بحركة في المكان ولما بتبص حواليها بتلاقي بيت مهجور فبيجي لها فضول تدخل تستكشفه وهناك بتلاقي أزاس خمرة وكمان جرادل مليانة حمضيات وبعدها بترجع جينيفر للبيت وبتكتشف ان سباكة البيت بايزة فبتتصل بإيرل اللي بيطمنها انه خلال ساعة هيبعت حد يصلحها وبمجرد ما بتقفل معاه بيقعد تليفون منها في الحمام وبالرغم من انها بتقدر تجيبه لكنه بيكون خلاص بوز وبعدها بشوية بيوصل واحد اسمه ماثيو واللي بيكون جاي يصلح السباكة وبيظهر انه من زاوي الاحتياجات الخاصة لكنه بيبقى شاطر وبيقدر يصلح المشكلة في وقت قليل وفي نص الكلام بتحكي جينيفر ان تليفونها واقع في الحمام وبوز وبعدها بتقرب من ماثيو وبتبوسه كشكر ليه على العمل وفيحس ماثيو بالإحراج وبيتوتر جدا لدرجة انه بيمشي بدون ما ياخد الفلوس وعن ناحية التانية بيكون جوني وستانلي وأندي متجمعين وبيكونهم متعودين يعذبوا الحيوانات ويصوروها باستخدام الكاميرا بتاعتستانلي وبيظهر انهم اشخاص صديين وبعدها بشوية بيوصل لعندهم ماثيو وبنعرف ان السانلي هو اللي بيرائب جينيفر في بيتها من يوم ما شافها في البنزينة وبيصورها بالكاميرا بتاعته وبيقولوا انه كان بيصورها لما حاولت تقرب من ماثيو وبيبدأ يصخر من جوني ودلقناها صدته ومع ذلك قربت من ماثيو وعشان كده بيداق جوني اكتر وأثناء ما هم بيتكلموا عن جينيفر بيحكي لهم ماثيو ان التليفونها وقع في الحمام وبوز فبيخرروا انهم يستغلوا الفرصة لصلاحهم وبالليل بتكون جينيفر كالعادة قاعدة بتشتغل وبيظهر ان معاها سجار حشيش وكل ما بتتعب من الكتابة بتدخن وفجأة بتسمع صوت من عند الباب ولما بترجع بتلاقي عصفور مقتول فبتخاف جدا ومع ذلك بتقرر تتمشي حوالين البيت عشان تعرف مين العمل كده لكنها ما بتلاقيش حد وبتلاحظ ان باب الكوخ مفتوح فبتقفله وبترجع للبيت وهناك بتتفاجئ بصورة جينيفر واستني على لابتوب وفجأة بيظهر التلات شباب وبنعرف ان هما اللي قتلوا عصفور عشان يجذبوا انتباهها لهناك وفي الوقت ده هيقدروا هما يدخلوا البيت وبيكونوا كمان جايبين معهم ماسيو اللي بيظهر انه جاي غصبا عنه وده لانه بيخاف منهم وما يقدرش يرفض لهم اي طلب فبتترعب جينيفر اللي بتهددهم انها هتبلغ الشرطة لكنهم بيبقوا عارفين ان معاش تليفون وعشان كده بيسخر جوني من كلامها وبيقولها تعمل اللي هي عايزة فبتنهار جينيفر وبتعرض عليهم ياخدوا كل اللي معاه ويمشوا وبتجيب فلوس عشان تدي الماسيو حسابه لكن جوني بيرفض وبيبدأ يتكلم بالنيابة عنهم وبيسأل عن سبب وجودها في مكان زي ده فبتقول جينيفر انها جاي تشتغل وبتكذب وبتقول ان حبيبها جاي بعد شوية عشان يمشوا ويسيبوها لكن جوني بيكون عارف انها بتكذب وده لانها لو مرتبطة فعلا حبيبها مستحيل يسيبها تيجي مكان خطر زي ده وبيطلب منها جوني تشرب معهم لكنها بترفض وبعدها بيبدأ انه يضربها وبيظهر ان ستانلي بيصور كل اللي بيحصل وبعدها بيجبرها جوني انها تشرب معاهم فبتوافق جينيفر خصوصا لما بيوعدوها انهم ما يمشوا بعدها لكن بعدها بيبدأوا يضربوها ويعتدوا عليها وبتقدر جينيفر انها تهرب منهم وبتفضل تجري في الغابة لحد ما بتقابل شورت يسمه ستوريش واللي بيكون بالنسبة لها طوق النجاة فبتحكي كله اللي حصل وبيظهر ان اير اللي كان مع في الوقت ده فبيطلب منه ستوريش يرجع شغله وهو هيتصرف وبيرجع ستوريش للبيت مع جينيفر عشان يتأكد من كلامها وهناك بيشوف سجارة الحشيش فبتنكر جينيفر انها بتاعتها لكن ستوريش مش بيصدقها وبيخمن ان اللي هي بتقوله ده تهيقات بسبب اللي شربته فبتتعصب عليه جينيفر وبتتخانق معاه وده لانه مش ميصدقها وكمان لانه ساب المشكلة الاساسية ومركز في السجارة وبيطلب منها ستوريش تبص للحيط عشان يفتشها ولكنه بيبدأ يتحرج بيها وبنكتشف انه صديق للتلات شباب ومتعود يساعدهم في جريمهم وبيرجع التلات شباب للبيت وبيبدأ الاربع يضربوها وكمان بيجبروا ماسيو يعتدي عليها وبيطري ماسيو انه يوافق بسبب خوفه منهم وللمرة التانية بتقدر جينيفر انها تهرب للغيبة ولكنهم مش بيسيبوها وبيفضلوا وراء الحد ما بيمسكوها وبعدها بيعتدوا عليها كلهم وفي الوقت ده بتكون جينيفر منهارة بسبب اللي حصلها لدرجة انها بتقرر ترمي نفسها في النهر فبيمسك استوريش البندقية بتاعته عشان يقتلها وياف المياه لكن مش بيبقى عارف ازا كانت الرصاصة جات فيها ولا لا خصوصا انها بتختفي تماما فبياخدهم استوريش عندما صب النهر لكن برضو مش بيلقوها وبيقرروا يدوروا عليها كل يوم عشان يلاقوها قبل ما حد تاني يشوفها وبيبدأ استوريش يوزي عليهم المهام فبيقمر اندي يرجع بيتها ويتخلص من حاجاتهم الهناك اما جونيفر بتكون مهمته انه ياخد عربيتها ويتخلص منها وهنا بيجي الدور على ستانلي واللي بيكون مهمته انه يدلهم شريط التسجيل عشان يخلصوا منه وبيقوم استوريش بالمهمة دي بنفسه عشان يتأكدوا ان ما فيش اي دليل بيدنهم وبيعرف ان ماسيو قاعد قدام النهر ومستنيها تخرج فبيطلب منهم استوريش يفضلوا معاته للوقت وده لانه مش وقع التصرفاته وممكن يحكي اللي حصل لحده ويفضحهم كلهم وبيظهر ان استوريش مش فارق مع غير نفسه وعشان كده بيهددهم ان ماسيو لو يتكلم او عمل اي حاجة هيقتلهم هما التلاتة بدون اي تفكير وبعدها بيرجع استوريش للبيت وهناك بتكون زوجته وبنته قاعدين مستنيينه وكانوا قلقانين عليه وبيظهر ان زوجته حامل فبيعتزلهم على التأخير وبيكذب وبيقول ان كان في حدثة على الطريق وده سبب تأخيره والغريبة انه بيظهر قدام عيلته على انه شخص طيب وقب حنين جدا وبيعرف استوريش ان بنته جابت درجات عالية في الامتحان فبيبارك لها وبيفرح جدا وتاني يوم بيروح استوريش يقابل ايرل وبيرجع له مفاتيح بيت جينيفر بحجة انها رجعت المدينة بسرعة بعدما استوريش لقى معها مخدرات كتير ممكن تحبسها اما ماثيو فبيكون للسقاد قدام النهر ومستني جينيفر وبيعدي حوالي شهر والغريبة ان جينيفر مظهرتش من وقتها ولا حتى جثتها فبينسى التلات شباب اللي حصل وبيرجعوا لحياتهم على عكس ماثيو اللي بيفضل يعاني كل ما بيفتكر اللي حصل اليوم ده وفي يوم بيجي الاستوريش تليفون من ايرل اللي بيقول ان صديقة جينيفر عنده وجات مخصوص عشان تسأل عليها وده لانها مختفئة من شهر وبنعرف ان ايرل ادالها رقم ستوريش وده لانه اخر حد شافها وبيخاف ستوريش جدا فبيقول انه هيكلمها تاني يوم بحجة ان الوقت تأخر وبعدها بيغيروا الموضوع وبيتفق الاتنين انهم يخرجوا تاني يوم يستودوا وتاني يوم بنشوف اندي وجونيو هم قاعدين سوا وفجأة بيدخل عليهم يستني اللي بيكون منهور وبيعترف انه كذب لما ادالهم الشريط فبيبدأ الاتنين يتخانق معاه وبيضربوا جوني وبالليل بيكون جوني صهران في بيته وفجأة بيسمع صوت جاي من برة ولما بيخرج بيلاي عصفور مقتول قدام البيت فبيخاف جدا لان دي نفس الطريقة اللي استخدموه عشان يجذبه جينيفر نحية الباب لكن بيخمن انها صدفة مش اكتر وعشان كده بيرمي الطائر بعيد وبيرجع بيته وبعدها بيسمع صوت مرة تانية وبيلاي العصفور رجع لمكانه قدام البيت فبيخاف جوني وعشان كده بيجيب البندية بتاعته وبيبدأ يتمشى حولين البيت لحد ما بيليها الحزازات اللي كانت في ايد ماسيو فبيخمن ان ماسيو بيهزر معاه عما استوريش فبيرجع البيت وهناك بتكون زوجته قاعدة مستانياه وبتبلغوا انها لقت شريط تسجيله وكان مكتوب علي انه من استانلي وبنعرف انها حاولت تشغاله لكن ما عرفتش وبيتصدم استوريش لما بيعرف ان الشريط ده لسه موجود فبيروح يقبل التلات شباب وبيبدأ يضرب استانلي عشان كان عايز يفضحه وبيكون على واشا كانوا يقتلهم لكن جوني بيهديه وبيقول ان ماسيو هو اللي بيعمل فيهم كده ودل انه لعل حزازات بتاعت ايده قدام البيت عنده وبعدها بيخرج مع ايرل وبيستغل الفرصة وبيقتل وبنعرف انه عمل كده عشان يخلص من اخر دليل بيزبط انه قابل جينيفر قبل ما تختفي وفي نفس الوقت بيكون ماسيو قريب من بيت جينيفر وبيستغرب لما بيسمع صوتها خارج من البيت خصوصا لما بيسمعها بتنادي عليه ولما بيدخل بيتفاجئ انها لسه عيشة وبيبدأ ماثيو انه يعتذر على عمله وقبل ما يكمل كلامه بتطلع جينيفر الحبل وبتخنقه وبيبدأ اندي وستانلي بحثهم عن ماثيو عشان ينفذوا تعليمات السوريش ويرقبوه وبيسمعوا صوت اللحن اللي اندي متعود يعزفه فبيخمن انه ماثيو بيهزر معاهم وبيفضل اندي ماشي ورى مصدر الصوت لحد ما بيوصل للبيت المهجور وعلى ناحية التانية بيكون استانلي لسه في الغابة وفجأة بيلاها جينيفر وقفة قدامه وبيكون متأكد انها ناوية انتقم وعشان كده بيقرب منها عشان يقتلها لكن جينيفر بتكون اسكى منه وبيظهر انها كانت عاملة حسابها من الاول وعشان كده حطت فخ في طريقه وبيتصاب استانلي في رجله اصابة خطيرة وبيسمع اندي صوته وبيستغيص فبيجر ناحيته لكن جينيفر بتضربه وبيفقد الوعي وبيفوق اندي اللي بيلاها نفسه مربوط وتحت حوض مية اما استانلي فبيلاها نفسه مربوط في شجرة من رقابته وبتقرر جينيفر تنتقم منهم بنفس الطريقة فبتشغل الكاميرا عشان تساجل كل اللي بيحصل وبيحاول استانلي يعتذر لها لكنها مش بتهتم وبتبدأ انها تعذب استانلي زي ما كان بيتلزز بتعذبها فبتحط في بقفر ميت وكمان بتفتح جفونه وبتثبتها باستخدام القبر وبتجيب سمكة وبتحط احشقها عليه وبعدها بتسيبه وبتمشي وهنا بيجي الدور على اندي فبتبدأ جينيفر تحط وشه في المية وبعدها بتجيب حمده وبتحطه في المية فبيصرخ اندي بسبب الحروق اللي في وشه وفي الوقت ده بتكون الغربان اتجمعت حوالين استانلي بسبب رحة السمك وبيبدأوا انهم يكلوه وكمان ولما بترجع لاندي بتلاقيه تشوه بسبب الحمد ومات وبيجي الدور على جون اللي بيتفاجئ بجينيفر وقفة قدامه وبتضربه على راسه فبيفقد الوعي ولما بيفوق بيلاء نفسه في البيت المهجور وبتكون جينيفر رابطاه وبتبدأ تخلع السنان واحدة واحدة وبتعذبه وبعدها بتتعانه بالمقصة وبيموت وبكده هيكون مش فاضل حد غير ستوريش اللي بيجيله تصل من زوجته بتقول فيه ان جينيفر المدرسة الجديدة بتاعت بنتهم وصلت للبيت فبيستنتج ستوريش ان جينيفر قدرت تخدع زوجته عشان تنتقم منه فبيرجع البيت بسرعة وبيعرف من زوجته ان جينيفر خادت البنت بحاجة انها تخرجها هي وباقت طلب المتفوقين فبيركب عربيته عشان يلحقهم ولكن مش بيلاقيهم ولما بيرجع للعربية بتكون جينيفر مستنياه وبتضربه على راسه ولما بيفوق بيلاء نفسه متكتف وبيظهر ان جينيفر حطت البندية عند ظهر وربطت الزينات في ايد ماسيو اللي بيكون فاقد الوعي وبتكون جينيفر واقفة وراه وبيظهر انها مبسوطة باللي عملاته وبتخرج من البيت وبتسيبهم وبمجرد ما بيفوق ماسيو بيبدأ يتحرك بتخرج الرصاصة وبتقتل استوريش وبعدها بترجع جينيفر عند ماسيو وبتقتله هو كمان وبكده تكون جينيفر قدرت تستخدم زكائها عشان تنتقم من الخمسة الفيديو ده كتابته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام